السلام عليكم ورحمة الله طلبة الصف الثاني الثانوي انهاردا ان شاء الله نكمل مع بعض حل تمارين البلاغة الشاملة اخر سؤال كان سين تسعة انهاردا نكمل من سين عشر من السؤال العاشر قال احمد الكاشف يا يوم فاتحة الرجائي لك الرضا ولربك التكبير والتهليل اني رأيت ممالكا قامت على انقاضها اخرى وسوف تدول المجد ما بنت الشمائل سمحة لا ما بنته اسنة ونصول وعزائم الابطال غير صحيحة ان لم تقودها انفس وعقول لا يستحق من الحياة نصيبه متلمس للحقي وهو ذليل طبعا انت لازم تقرأ الابيات كده وتحاول تاخد فكرة عنها قبل ما تبتدي تحل طيب هنا عايز المحسن البديعي في البيت التاني جناس ولا طباق ولا تصريع ولا حسن تقسيم مدام قال للبيت التاني يبقى انا كده خلاص استبعدت التصريع طيب اول حاجة ادور عليها بعد التصريع هي الطباق او المقابلة ما عنديش هنا مقابلة يبقى ادور على الطباق اني رأيت ممالكا قامت على انقاضها استنى هنا بقول قامت وبقول انقاض طيب ينفع يكون عندي طباق ما بين اسم وفعل اي وينفع ينفع يكون عندك طباق ما بين اسم وفعل عادي تمام يبقى انا هنا عندي المحسن البديعي هو طباق ما عنديش هنا جناس ما عنديش كلمتين طبعا شكل بعض وما عنديش هنا حسن تقسيم مقسم ليش هنا البيت لقطعتين او لقطع متساوي بعد كده نوع الصورة البيانية في قوله بنات الشمائل الشمائل هي الصفات الكريمة والاخلاق طيب هل هنا الشمائل تبني لا طبعا يبقى شبه للشمائل هنا بانسان مثلا يبني يبقى عندي هنا حذف المشبه به يبقى طبعا هنا استعارة مكنية لانه حذف المشبه به وجاب شيء من لوازمة يبقى نختار استعارة مكنية بعد كده رقم ثلاثة هنا بيقول في البيت الاخير اسلوب قصر وسلته النافي والاستثناء ولا تقديم ما حقه التأخير ولا تعريف طرفي الجملة ولا انما طبعا هنا بيقول البيت البيت الاخير ما عنديش هنا في البيت الاخير كلمة انما خالص ولا عندي هنا نفي عندي هنا نفي ولكن ما عنديش طيب تعريف طرفي الجملة طيب انا ما عنديش هنا يعني لمبتدأ معرفة ولا خبر معرفة فكده اقول تقديم ما حقه التأخير طيب هو فين بقى لا يستحق من الحياة نصيبه يستحق هو يستحق فاعل هو فاعل نصيب مفعول به طب المفروض اقول ايه يستحق نصيبه من الحياة اذا هنا قدم شبه الجملة على المفعول به يبقى هنا تقديم ما حقه التأخير يبقى رقم با هي الصحيحة بعد كده بيقول نوع الاطناب في البيت التالت التفصيل بعد الاجمال ولا الترادف ولا الجملة الاعتراضية ولا التزيل هنرجع لي البيت التالت ونشوف نوع الاطناب هنا ايه في البيت التالت بيقول المجد ما بنت الشمائل سمحتا لا ما بنته اسنة ونصول السن يا جماعة معناه نصل الرمح يبقى اسنة بمعنى كلمة نصول يعني كده عندي لفظين مختلفين ولكن المعنى واحد يبقى ده طبعا اطناب بالترادف يبقى نختار هنا اطناب بالترادف اللي هي رقم با بعد كده حدد من البيت الاول اسلوب قصر وبين وسلته من البيت الاول اسلوب قصر هنا في البيت الاول بيقول يا يوم فاتحة الرجاء لك الرضا ولربك التكبير والتهليل عايز اسلوب قصر تمام ولربك التكبير والتهليل التكبير والتهليل لربك يبقى هنا عندي اسلوب قصر بتقديم هنا شبه الجملة على المبتدأ يبقى قدم هنا لربك على التكبير والتهليل يبقى اسلوب قصر بتقديم ما حقه التأخير طيب السؤال اللي بعد كده عايز اسلوب توكيد من البيت التاني وعايز اداة التوكيد طبعا هنا وضحة جدا إني رأيت ممالكا إذن ده أسلوب مؤكد بإن يبقى وسيلة الأسلوب ده هي إنا طيب بعد كده طهرت في نور الجمال مشاعري ولقيت في دنيا الخيال سلامي ونسيت دنيا الناس فهي صخافة سكرة من الأوهام والأوثام وقبست من عطف الوجود وحبه وجماله قبسا أضاء ظلامي فرأيت ألوان الحياة نظيرة كنظارة الزهر الجميل النامي فاخلع مسوح الحزني تحت ظلاله والبسرداء الشعري والأحلامي هنا عايز نوع المحسن البديعي في البيت الأول مدام قال لك البيت الأول يبقى أول حاجة هتدور عليها هي التصريع مدام قال البيت الأول هنا بيقول مشاعري سلامي انتهاء الشطر الأول بنفس الشطر الثاني يبقى عندي هنا طبعا ده محسن بديعي يوجد في الشعر اسمه التصريع بعد كده نوع الصورة البيانية في قوله رداء الشعر اعكس لي الجملة دي كده الشعر رداء الشعر رداء فهنا شبه الشعر بالرداء يبقى عندك مشبه عندك مشبه وعندك مشبه به فقط طيب يبقى ده تشبيه بليغ وطبعا هنا المشبه والمشبه به عبارة عن مضاف ومضاف إليه وده شكل أصلا من أشكال التشبيه البليغ يبقى نختار هنا تشبيه بليغ جاء على صورة المضاف والمضاف إليه بعد كده يغلب على الأبيات استخدام الأسلوب الخبري ولا الانشاء الطلبي ولا الخبري لفظا الانشاء معنى ولا الانشاء غير الطلبي طيب تعالوا كده هنا بقول تهرت في نور الجمال مشاعري ده أسلوب إيه ده ده أسلوب طبعا خبري ما عنديش حاجة من الأسلوب الانشائي هنا بقول ونسيت دنيا الناس ده أسلوب انشائي ولا خبري خبري طبعا وقبست من عطف الوجود برضو خبري فرأيت ألوان الحياة نظيرة برضو خبري فاخلع أسلوب أمر انشائي طلبي يعني هنا أربعة خبري واحد بس هو لانشائي يبه هنا يغلب على الأبيات استخدام الأسلوب طبعا هنا الأسلوب الخبري لأن عندي أربعة خبري وواحد بس هو لأسلوب انشائي بعد كده الغرض من الانشاء في البيت الأخير التنبيه ولا التوبيخ ولا النصح والإرشاد ولا الاستعطاف هنا بيقول في البيت الأخير فاخلع مسوح الحزني فاخلع يطر هنا الغرض هو الاستعطاف هنا ما بيستعطفوش ما بيطلبش منه حاجة طيب يطر هنا هو التنبيه لا طبعا ما بينبهوش لفعل شيء ولا هنا بيوبخو يبه هنا الغرض والنصح والإرشاد هنا هو ينصحه بخلع رداء وخلع الحزن يبه طبعا هنا الغرض هو النصح والإرشاد طيب بعد كده حدد من البيت الأول أسلوب قصر وبين وسلته عايز هنا من البيت الأول هنا بيقول طهرت في نور الجمال مشاعري استنى بتقول إيه؟ طهرتوه تمام طهر فعل والتأضى من المبني في محل رفع فعل طهرت إيه؟ مشاعري يبه هنا طهرتو مشاعري في نور الجمال يعني قدم هنا شبه الجملة على المفعول به يبه عندك هنا يا سيدي أسلوب قصر بتقديم ما حقه التأخير شبه الجملة على المفعول به بعد كده استنتج نوع الصورة البيانية وبين سر جماله في قوله ظلامي في البيت الثالث في البيت الثالث هنا بيقول إيه؟ وقبستو من عطف الوجود وحبه وجماله قبسا أضاء ظلامي هو عايز هنا يا جماعة في كلمة ظلامي فقط طيب تمام أنا قلت لك قبل كده مدام جاب لك هنا كلمة واحدة فقط وعايز الصورة البيانية اللي فيها يبقى غالبا الصورة البيانية اللي هنا بتكون استعارة تصريحية لما بيجيب لك كلمة واحدة ولكن بترجع للبيت وتتأكد هو هنا شبه إيه بإيه؟ هنا يا جماعة بيقول أضاء ظلامي يعني شبه هنا حياته بالظلام وشبه ما قبسه هنا بالشيء أو بالنور اللي هيضيق هذا الظلام فصرح هنا بالمشبه به لأنه شبه حياته بي الظلام يبقى هنا صرح بالمشبه به باستعارة تصريحية طيب السؤال اللي بعد كده قال الجواهري ولما لا يسيل الشعر لطفا ورقة إذا كان من فيض القريحة يستقي تهرت له الليلة التمام أجيده أغوص على غر المعاني فأنتقي وعندي من نفظ جزيل وصنعة لباب وطبع كاللباب المعتقي ويردفه صوب المعاني فيزدهي زهر رود عن صوب الحياة المتدفقي إذا ما تبارى والقوافي بحلبة هتفت به إن كنت شعري فاصبقي هنا أعيز نوع المحسن البدعي في البيت التالت طباق إيجاب ولا سلب ولا جناس تم ولا جناس ناقص إحنا اتفقنا إن أول حاجة بتدور عليها هي الطباق مدام قال لك حاجة غير البيت التالت طب هنا بقول إيه وعندي من لفظ جميل وصنعة لباب وطبع كاللباب المعتقي طيب استنى أنا ما عنديش هنا كلمة عكسة تانية تمامي بس تبعدت الطباق السلب والطباق الإجاب الجناس بقى دور كده على كلمات شكل بعضها أنا ملاحظ هنا كلمة لباب وكلمة اللباب الكلمتين دول شكل بعض طيب هنا لباب بمعنى إيه اللباب هو الخالص من كل شيء الخالص من كل شيء يعني مثلا لما أجأ أقول لباب القوم يعني أفطن القوم وأحسن القوم اللباب هو الأحسن من كل شيء طيب إنما اللباب التانية دي بمعنى إيه بمعنى الخمر يبقى كده جاب لي كلمة لباب وجاب لي نفس اللفظ يعني عندي كلمتين ليهم نفس اللفظ ولكن مختلفين في إيه مختلفين في المعنى يبقى ده بيديني جناس ولكن جناس تم ولا ناقص هتقول لي هنا جناس ناقص أقول لك لا أنا مليش علاقة بالألف واللام اللي موجودة في الأول دي قال التعريف دي أنا مليش علاقة بيها وما بحسبهاش أصلا يبقى عندي لباب ولباب أيضا كلمتين مختلفين في المعنى طيب بعد كده الغرض من الخبر في البيت الأخير إظهار إيه طيب هنا بيقول إذا ما تبارى والقوافي بحلبة هتفت به إن كنت شعري فاسبقي الغرض هنا يترى الفخر ولا النصح ولا الالتماس ولا الرجاء طبعا هنا يا جماعة هو لا ينصحه ولا يطلب منه شيء ولا يرجو منه شيء هنا الغرض هو الفخر هو يفخر بشعره يبقى هنا الغرض هو الفخر بعد كده في البيت الأخير إجاز بحزف إيه هنا بيقول إذا ما تبارى والقوافي بحلبة هتفت به إن كنت شعري فاسبق طب تمام اسبق ده فعل الأمر تمام كده يبقى الفاعل ضمير مستر تقديره أنت اسبق أنت تمام ماشي طب هيسبق مين هيسبق مين هنا يبقى هنا حزف المفعول به حزف اللي هو هيسبقه إن كنت شعري فاسبق فاسبق الشعر الآخر يبقى تمام هنا يبقى عندك هنا حزف المفعول به اسبق فعل الفاعل أنت فين المفعول يبقى المفعول محزوف يبقى عندك هنا طبعا إجاز بحزف المفعول به بعد كده استنتج وسيلة القصر وبين غرضه في البيت الثاني في البيت الثاني هنا بيقول إيه سهرت له الليلة سهرت الليلة له يبقى سهرة فاعل التأفاعل يبقى هنا الليلة هي المفعول به يبقى هنا قدم شبه الجملة اللي هو الجر والمجرور على المفعول به يبقى عندك هنا يعني تقديم حقه التأخير طيب السؤال اللي بعد كده عايز استنتج من البيت الأول إطنابا ويبين نوعه هنا بيقول إيه وليما لا يسيل الشعر لطفا ورقة استنى طب ما كلمة لطفا بمعنى كلمة رقة يبقى جاب لي هنا لفظين بنفس المعنى يبقى ضأ اطناب بالإيه اطناب بالتراضف لأن الكلمة دي لها نفس معنى الكلمة دي يبقى هنا اطناب بالتراضف يبقى كلمة لطفا ورقة اطناب ونوعه تراضف بعد كده قال أحمد شوقي أنادي الرسمة لو ملك الجوابة وأفديه بدمعي لو أثابة وده عن أرض أندلسين وهذا تنائي إن رضيت به ثوابة وما أثنيت إلا بعد علم وكم من جاهل أثنى فعابة وليس بعامر بنيان قوم إذا أخلاقهم كانت خرابة هنا نوع المحسن البديعي في البيت الأول مدام قال لك البيت الأول أول حاجة هتدور عليها هي التصريع طب هنا بيقول إيه الجوابة أثابة يبقى بالفعل عند هنا تصريع طيب بعد كده بنقول نوع الصورة البنية في قوله رضيته في البيت التاني خلي بالك هنا دي جملة فعلية يطلتش بيه بليه ولا استعارة مكنية ولا تصريحية ولا مجاز مرسل هنقولنا قبل كده غالبا لما بتكون جملة فعلية فبتكون استعارة مكنية هنا بيقول رضيت به ثوابة رضيت هل الأندلس ترضى الأندلس مثلا إنسان مثلا يرضى لا طبعا يبقى هنا شبه الأندلس وكأنها إنسان يرضى يبقى زي ما قلنا حزف المشبه به المشبه به اللي هو الإنسان يبقى طبعا استعارة مكنية طيب بعد كده نوع الأسلوب في قوله وكم من جاهل دي كم الخبرية كم من جاهل يبقى ده أسلوب إنشاء غير طلبي باستخدام كم الخبرية التي تدل على الكسرة يبقى إنشاء غير طلبي طيب بعد كده في البيت التاني يجاز بحزف المبتدأ ولا الفاعل ولا حرف النداء ولا الخبر تعالوا كده نرجع ليه البيت التاني هنا في البيت التاني بيقول ايه وداعا استنهانا مدام جاب لك كلمة منصوبة في أول البيت يبقى عندك وانت مغمض مدام كلمة منونة كده يبقى عندك إجاز بحزف الفعل ولكن هنا هو ما خيركش ما جاب لكش الفعل من الاختيارات أو ما جاب لكش الفعل في الاختيارات طب هنا بيقول ايه وداعا أرض أندلسين أي وداعا يا أرض أندلسين فهنا كلمة أرض منصوبة علامة نصبي الفتحة لأن هنا منادة محزوف الأداء يبقى عندك هنا إجاز بحزف حرف النداء حتى تلاحظ هنا أنه ما خيركش ما بين إجاز بحزف الفعل ولا إجاز بحزف أداء النداء ما جاب لكش الفعل هنا في الاختيارات أصلا يبقى عندك هنا إجاز بحزف حرف النداء بعد كده حدد أداة التوكيد في قوله وليس بعامر أول ما تلاقي ليس وتلاقي عندك باق موجودة في خبر ليس أعرف أن هنا أسلوب التوكيد أو هنا أداة التوكيد هي حرف الجر الزائد فغالبا خبر ليس بيكون فيه حرف جر زائد يبقى أداة التوكيد هنا هي حرف الجر الزائد بعد كده استنتج من البيت الثالث أسلوبا للقصر وبين وسلته من البيت الثالث تعالوا كده نرجع للبيت الثالث هنا بيقول إيه؟ وما أثنيت إلا استنى أداة نفي واستثناء يبقى أسلوب قصر بالنفي والاستثناء بما وإلا يبقى هنا أسلوب قصر وسلته النفي والاستثناء وبكده نكون وصلنا لنهاية حل التمارين النهاردة إن شاء الله نشوفكم على خير دايما في حل باقي التمارين إن شاء الله موسيقى